موجزة ثالثة عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خلستو دليتسا رئيس قبرص في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي جاء ذلك على اللسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو استنادا لإنجازاته العلمية وإسهاماته التي قدمها وأكد مدبولي خلال مطور صحفية عقب اقتماع مجلس الوزراء الأسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن على كافة الوزراء والجهات المعنية دعم الترشيح المصري والتنصيق مع الدول الشقيقة لتعزيز هذا الترشيح طرحية مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه النهاردة ترشيح الزميل العزيز الدكتور خالد العناني الأستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحة والأثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو اليونسكو للفترة اللي هتبقى تبدأ من 2025 إلى 2029 والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية اللي كانت حقيقة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22 وضمت ممثلين من كل الوزرات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء والحقيقة طبعا يعني اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استنادا للمؤهلات التي يحوزها وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة فضلا عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مكبولي اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع أشهد رئيس الوزراء بالرسائل المهمة التي عكستها زيارة الرئيس عبد الفتاح أسيسي إلى سيناء وإفطاره وسط أبنائه من مقاتل قوات المسلحة مشيرا لأن هذه الزيارة تؤكد نجاح الدولة المصرية في ضحر الإرهاب وإفشال مخططاته وكذلك التركيز على دفع الجهود من أجل تحقيق التنمية المتكاملة في ربوع سيناء وللنهود بقطاع الطيران الوطني استعراض رئيس الوزراء تقاريرا تناول محاور الرئيس المستقبلية للاستثمار في صناعة الطيران من أجل النهود بهذا القطاع لتقديم خدمة مميزة وإحراز عائد اقتصادي ودعم السياحة والاقتصاد القومي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مكبولي مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعامل بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الاستراتيجية يأتي بروتوكول التعاون استكمالا لجهود مصر في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هذا وتعتزم وزارة العدل توفير الكوادر المعنية بالإدارة الاستراتيجية والتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجا واط وباستثمارات تبلغ 680 مليون دولار المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وإفريقيا وذلك بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية كما يعد المشروع الأول للقطاع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي انتهى مجزة ثالثة إلى اللقاء